أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين من جاءنا بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال والأقوال والأحوال أدبه ربه فأحسن تأديبه وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأحسن تعليمنا ما ترك من شيء يقربنا إلى الجنة إلا وقد لنا عليه وما ترك من شيء يبعدنا عن الله ويقربنا من النار إلا وقد حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة نود أن نتكلم عن أمر هام وخطير يمسنا في حياتنا اليومية لا ينفق عن إنسان بحال من الأحوال سواء كان هذا الرجل أو تلك الفتاة أو المرأة مسلم أو غير مسلم هو ضبط للنفس والمعاملة بالحسنة أن يتعامل المرء بالحلم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون ضابطا لحركاته وسكناته كما أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب يا رسول الله أوصني قال لا تغضب وجاءه رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحاب التدورون من الشديد منكم قالوا الله ورسوله أعلم وفي رواية الذي يغلب الرجل والرجلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فليس الشديد الذي يغلب الرجل والرجلين ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفزه من قظم بداخله غيظ وهو يستطيع أن ينفذ هذا الغيظ يعني عنده القدرة والقوة أن ينفذ غيظ أن يأخذ حق أو أن يسترد ما قد سلب منه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أي قظم الغيظ ابتغاء وجه الله خيره الله يوم القيامة بالحور العين يخطر منهن أيها شاء كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في وصفه صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل إلا حلم يعني كلما ازداد السفيء سفاهة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد الجاهل جهلا على النبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتد من يأذيه أذى له صلى الله عليه وسلم كلما ازداد هو سعة خلق وبسطة خلق وحسن مودة فكان لا يقابل السيئة بالسيئة وإنما يقابل السيئة بالحسنة صلى الله عليه وسلم يسيئون إليه فتكون الإساءة سببا للإحسان لك أن تتخيل هذا حال بشر كلما أساء إليه إنسان كلما كانت الإساءة سببا للإحسان منه بأبي وأميه صلى الله عليه وسلم لا نتكلم اليوم عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تقول هذا النبي ومن أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ مثالا الأحنف ابن قيس في أمر الحلم والمقصود بالحلم هاهنا هو ما ضد الجهل المقصود بالحلم هو ما ضد الجهل الحلم أن يضبط الإنسان نفسه لا يكون سريع الإنفعال لا يكون سريع الغضب يقابل السيئة بالحسنة هذا هو الحلم كيف كان الأحنف ابن قيس حتى كان مضرب المثل يقولون أأحلم من الأحنف ابن قيس يعني هل هناك إنسان أحلم من الأحنف ابن قيس حتى أصبح مثلا يضرب ويحتذا به رضوان الله عليه الأحنف ابن قيس لم يكن صحابيا وإنما كان من التابعين وإن كان قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأحنف ابن قيس سيد بني تميم رجل عظيم كيف وصل وأنت لو نظرت إلى اسمه الأحنف كان معوج الساقين أحنف معوج الساقين وكان قصير وكان دميم لك أن تتخيل هذا الرجل بمجرد أن تفتح بابك فتجد أمامك رجل معوج الساقين أسود دميم الخلقة قصير هذا الوصف لا يليق هذا الوصف لرجل دميم ومع ذلك كيف ساد الأحنف ابن قيس حتى قالوا والله لو غضب الأحنف ابن قيس لغضب له ألف سايف ولو اشتهر لرفع له ألف سايف لا يسألونه لمغضب لأن الأحنف ابن قيس أصبح سيد بني تميم رضوام الله عليه كيف صار الأحنف ابن قيس وأصبح مضرب المثل في حلمه حتى يقال أأحلم من الأحنف ابن قيس يقولون للأحنف كيف تعلمت الحلم قبل أن أتكلم عن الأحنف كيف تعلمت الحلم قال تعلمته من عاصره شيخي كنت عنده يوما في مجلسه فجاءوا إليه بولده مقتول وجاءوا بمن قتل والده وهو ابن عمه ابن عمه قتله ابن أخيه قتله ولده فجاءوا بالقاتل والمقتول إلى الأحنف ابن قيس المقتول جسة والقاتل مكتف اليدين والقدمين حملوه إلى عاصر فلما رأاه فقال لهم لقد أفعرتموه يعني أفزعتموه حلوه وثاقة حلوه وثاقة حلوه وثاقة فقال بئس ما فعلت يا فتى لقد أقللت عددك فولد عمك أخاك لقد أقللت عددك وأضعفت عددك قوتك وأغضبت ربك خذ مئة من الإبل خذ مئة من الإبل واذهب بها إلى أمنه فأعطها لها فإنها غريبة انظر الأحنف ابن قيس ماذا فعل قال لأخيه واري سوءة أخاك قوم أنت ادفن أخوك وأقبل على ابن أخيه قال له بئس ما فعلت أقللت عددك أضعفت عددك قوتك وأغضبت ربك ثم يأمر يقول له إباه خذ الأحنف يدفع دية ولده لابن أخيه أن يذهب بها إلى أمه خذ مئة من الإبل واذهب بها إلى أمه فإنها غريبة الأحنف ابن قيس يقول أنا لما شفت هذا المنظر رجل قتل والده ولم يفزع ولم يجزع فتعلمت الحلم من عاصم رضوان الله عليه فكان ليضرب المثل بالأحنف ابن قيس يقال أأحلم من الأحنف ابن قيس رضوان الله عليه في يوم من الأيام أردوا أن يغضبوه يستفذوه الأحنف ابن قيس فصار خلف الأحنف ابن قيس وهو في الطريق ماذا يفعل صار في الطريق يسب الأحنف ابن قيس طول ما هو ماشي في الطريق عمال يسب في الأحنف ابن قيس والأحنف ابن قيس صابر يقضم غيظة هو يستطيع أن ينفذ غضبه يستطيع أن ينفذ غضبه لأن الحلم أنا أكون حلمته عندما تكون عندي القوة عندي القوة إن أنا أنفس غضبي لكن أقذم غيظي لله فالرجل يسير خلف الأحنف ابن قيس ماذا يفعل؟ يسب يشتم والأحنف لا يلتفت إليه ولا يرد عليه حتى اقترب من بلدته من مدينته التفت إلى الرجل وقال له قال له يا هذا هات ما عندك هات ما عندك يعني أنت بتشتمني بالك كتير خلص إلا عندك لقد اقتربنا من المدينة وإن أهل المدينة لن يتحملوا منك ما قد تحملته أنا أهل المدينة مش هتحملوا منك ما تفعله معي من سوء أدب لن يتحملوا منك ما قد تحملته أنا انظر إلي في حلمه وفي أدبه وفي سعة خلقه يا كيف كان يتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم خذ مثالا زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي زين العابدين أيقف غلامه بليل من أجل أن يوضئه فمعه الإبريق من أجل أن يصب له في الإناء الماء فسقط الإبريق من يد الغلام فطرتش الماء بسياب علي فنظر الإمام علي إلى الغلام مغضبا غضب نظر إليه نظرة غضب فكان يعلم كيف أن سيدة يقدر القرآن فقال له والكاظمين الغيض ماذا فعل؟ قال له كظنت غيضي لله قال له والعافين عن الناس لأن أنت ممكن تقظم غيضك الآن أنا ممكن تقظم غيضك الآن ولكن يأتي موقف آخر فتحاسبه على ما قد مضى وعلى ما فعله الآن فيتلكك له على أي شيء من أجل أن يأخذ حقه منه وهو قظم غيضه دلوقتي قال له والعافين عن الناس لو عاف عنه بأنتهت المشكلة خالص لن يحاسبه مرة سانية قال له الكاظمين الغيض قال له كظنت غيضي قال له والعافين عن الناس قال له عفوت عنه قال له والله يحب المحسنين قال له اذهب فأنت حر لوجه الله انظر أساء إليه فكانت الإساءات سببا للإحسان وأعتقه وجعله حر لوجه الله أبو ذر الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه غلامه يوما إلى شاته فقصر قدمه يدها مقدمة رجلها الأمامية أمام أبو ذر ولا حق قصرها فنظر إليه أبو ذر قال له ما حملك على أن صنعت ما صنعت يعني هذه شاه ما ارتكبت جريرة وأنت عبد لي مملوك لا يجوز لك أن تصنع ذلك لا شرعا ولا أدبا أنت عبد عندي مملوك يأتي إلى شات سيده ويقصر يدها أمامه قال له ما حملك على أن صنعت ما صنعت قال لي أغيظك قال له ومن أغراق يعني مين اللي حملك أو مين اللي دفعلك على أنت غيظاني قال له الشيطان يعني دي مسألة جت مني غصب عني الشيطان نضحك علي أنت شدت علي في موقف أو أي شيء حصل فأنا اديقت فحبيت أغيظك فقصرت يد الشيطان فشكان الشيطان هو السبب الشيطان قال له من أغراق على أن تغيظني قال له الشيطان قال له فالله لأغيظن والله لأغيظن من أغراك على أن تغيظني أنا أغيظ إلا خلاك تغيظني والله لأغيظن من أغراك على أن تغيظني اذهب فأنت حر لوجه الله انظر أساء إليه فكانت الإساءة سببا للإحسان حل أساء فكانت الإساءة سببا للإحسان سعة مودة بسطة خلق يتأسون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أما الغضب الذي هو ضد الحلم الغضب الذي هو ضد الحلم جمره من النار كما أخبرنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم الغضب جمرة من النار يغضب الإنسان لخمس سوان يغضب المر ربما لخمس سوان فتكون سبب لندمه في حياته ربما لخمسين عاما هو أنفذ غضبه وأعمل غضبه ربما لخمس سوان فقط خازي الخمس سواني يعني هو غضب خمس سواني الخمس سواني دول كانوا سبب في ندم في ندم لمدة خمسين عام اذهب إلى السجون لو ذهبت إلى السجون لو جدت أغلب المسجونين أغلب المسجونين كان سبب السج الغضب أنفذ غضبه أنفذ غضبه في لحظة الغضب لمدة خمس سواني لمدة ثانية ففعل ما فعل ثم كان بعد ذلك أورسه غضبه أمندم بقية حياته وربما حكم عليه بالإعدام فكان غضبه سبب في أن تنتهي حياته الغضب جمرة من النار كما أخبرنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم رجل في يوم من الأيام عاد إلى بيته غضان هو رجع غضبان من بره وقد تزوج أربع نسوة هو متجاوز أربع من النساء وعاد غضبان فالأولانية بتقول له أنت ليش غضبان؟ غضبان ليه؟ إحنا زنبنا إيه؟ أنت غضبان؟ أنت غضبان ليه؟ قال لها أنت طالق غضبان؟ وهي المجرب بتكلمه لا أنت طالق فجات الثانية قلت له يا أخي اتق الله ماذا فعلت؟ هي سألتك لما غضبان؟ قال لها وأنت طالق أنت كمان؟ جات الثالثة قلت له بئسة والله ما صنعت ما أساءت الأولى ولا الثانية فلما طلقتها؟ قال لها وأنت طالق راح نطلق الثانية جات الرابعة بتقول له يعني تبليه يعني هم الثلاثة دول صنعوا إيه؟ إيه زنبهم ما أساءت الأولى ولا الثانية ولا الثالثة قال لها وأنت طالق راح نطلق أربع نساء فجرت الجارة شفت الموقف فقالت له إيه باه؟ والله إنك رجل تطلق النساء ولا تتق الله قال لها وأنت أيضا طالق إن أجاز زوجك وغضان مش طلق نساء الأربع بس لا ده طلق مرد جاره قال لها وأنت أيضا طالق إن أجاز زوجك فزوجها كان تقريبا غضب منها ولا حاجة قال لها قال له إيه؟ قد أجزت ما صنعت أجزت ما صنعت أجزت ما صنعت وطلق مرأته وهو أيضا فالرجل طلق خمس نسوة في منقف واحد بسبب الغضب سبب غضب طلق خمس نسوة بسبب الغضب ثم يأتي بعد ذلك الغضب ماذا يفعل؟ يورسه الندم لأنه لم يتخلق بخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والرجل ليه؟ والله إن فيك لخصلتين يحبهم الله إن تفي خصلتين يحبهم الله قال له ما هما يا رسول الله؟ قال له الحل والأنا الحل والأنا فقال له يا رسول الله الخصلتين دول هل اكتسبتهم؟ أم أن جبلني الله عليهما؟ فقال لهم نبي صلى الله عليه وسلم بل جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويرضاه حلم والأنا صفتان يحبهم الله الحلم صفة الأنبياء كما أخبرنا الله جل قدرته في كتابه عن نبيه وعن خليله إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب فهي صفة يحبها الله وهو خلق الأنبياء كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالإنسان إذا كان يغضب لأقل شيء الإنسان يغضب لأقل شيء هذا خلق لا يرتضيه الله ولم يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ما فيش إنسان بيولد عليم عالم لا إنسان على ظهر الأرض يولد عالم وإنما يكتسب العلم يجلس ويصبر ويصابر من أجل أن يكتسب العلم فيقول النبي إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فما فيش إنسان بيولد حليم وإنما هي صفة يكتسبها الإنسان عندما يربي نفسه ويصبر ويحتسب ويتأسى وينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أمثال المواقف التي يتعرض إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغضبه فلم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم كيف يقضم غيظة كما قال الله والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فيقضم غيظة ابتغاء مرضات الله جلت قدرته أذكر قصة ها هنا أتي إلى عمر ابن الخطاب أرضوان الله عليه برجل يحمله شباب يدفعون به إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين هذا الرجل قد قتل أبانا الحلم أن تعفو عن من ظلمك أن تقابل الإساءة بالإحسان أن تضبط النفس لا تغضب لأدفه الأسباب هذا هو الحلم الرجل قتل أباهم فحمله الشباب الأبناء إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه قالوا يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد قتل أبانا فسأله عمر أقد أقبل عليه أحق ما يقولون يعني أنت بالفعل قد قتلت أباهم قال نعم يا أمير المؤمنين حدث كذا وكذا تعدت ناقته في أرضي فحصل شجار بيني وبينه فهو بتشجره فضربوا بالحجر فوقع على رأسه فمات قال نعم يا أمير المؤمنين قتلت دية الحاصل ها هنا القصاص النفس بالنفس يقتل فأمر عمر بن الخطاب به بالقصاص قال يا أمير المؤمنين أريد أن تمهلني ثلاثة أيام حتى أؤدي ما عندي من أمانات الناس أو وضعت عندي أمانات وأنا أريد أن أرد الأمانات إلى أهلها كل إنسان يأخذ حقه بما عندي من أمانات فعمر بن الخطاب قال له هذا ليس لي ولكن هذا لأولياء المقتول فأقبل عليهم هل تمهلونه ثلاثة أيام حتى يذهب فيرد ما عليه من ما عنده من أمانات ثم يعود قال له يا أمير المؤمنين ولكن بشر أن يضمنه ضامن أن يعود ممكن يروحه ما يرجعش لابد أتضمنه يا أمير المؤمنين أن يعود قال لا لن أضمنه ممكن يمشي من عندي وما يرجعش تاني فنظر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أمير المؤمنين إلى الصحابة وقال هل منكم أحد يضمن هذا الرجل حتى يؤدي ما عليه من أمانه ثم يعود هل أحد يضمنه فسكت القوت فقام أبو ذر الغفاري وقال أنا يا أمير المؤمنين أضمنه عمر قال له أتعرف ما معنى الضمانة لو مجاش تقتل مكان قال له أعلم يا أمير المؤمنين فضمنه فذهب الرجل وانقض اليوم الأول ولم يعود والثاني ولم يعود واليوم الثالث أزن للعصر والصحابة يرتقبون هل يعود الرجل سوف يقتل أبو ذر الغفاري الذي ضمن الرجل لم يعود الرجل حتى غربت الشمس والرجل لم يعود فجيء أبو ذر من أجل أن يقام عليه الحد مكانه وإذا بالرجل آه فتهلل وجه عمر والصحابة أجمعين بعودة الرجل فلما عاد الرجل أقبل عليه أمير المؤمنين قال له يا رجل لم عدت وكان في إمكانك ألا تعود أنت ليه عدت وكان في إمكانك أن أنت ما تعودش قال له يا أمير المؤمنين والله لقد عدت حتى لا يقال لقد عدت حتى لا يقال إنه لم يصبح في الناس رجل يؤتمن فعود حتى لا يقول الناس لم يصبح أحد في الناس كريء أو في يفي بالعهد أصبح أنا عهدت إن أنا أعود فإذا لم أعد قال من ناس لم يصبح في الناس أحد يفي بالعهد فأنا أعود حتى لا يقال ذلك فأقبل عمر على أبو زر طيب أنت ليه يا أبو زر ضمنت هذا الرجل وأنت تعلم أنه إذا لم يعد سوف تقطع رقابتك مكان قال له والله يا أمير المؤمنين لقد ضمنت وهو حتى لا يقال قد ذهبت المرؤة من الناس فخف إن الناس يقولوا خلاص ما بقاش في مرؤة عند الخلق فلما رأى أصحاب أبناء المقتول ما فعله الرجل القاتل وما فعله أبو زر قاله إبا ونحن يا أمير المؤمنين قد عفونا عنه حتى لا يقال لم يعد في الناس حليم يعفو عند المقدرة لقد عفونا عنه حتى لا يقال لم يعد في الناس حليم يعفو عند المقدرة فالحلم أن يعفو الإنسان عند مقدرة الإنسان يقدر أن ينفذ غضبه يستطيع أن ينفذ غضبه ولكن لا ينفذ غضبه مع قدرته لأنه ممكن إنسان يكون غير قادر على إنفاذ غضبه على الإطلاق فهو يسكت فهذه مذلة وهذه مهانة ليس حلم هذه مذلة هذا رغل دنيل ليس بحليم أما الحليم الذي عنده المقدر أنا أستطيع أن أرد عليك زي ما قال الرجل ليه عمر قال له والله لو قلت لي واحدة لقلت لك عشر إنت لو شتمتني واحدة هجتمك بعشر قال له والله لو شتمتني عشرا لم تسمع مني واحدة هو بقول له إبقى إنت لو شتمتني مرة واحدة أنا هجتمك عشر أساطا قال له طب إيه سمع مننا بقى والله لو شتمتني عشرا لم تجد مني واحدة إنت لو شتمتني عشرا مش أجتمك ولا مرة ليه حلم يقضم الغيض عند المقدرة يستطيع أن ينفذ غضبة ولكن يصبر يحتسب يتحلى بخلق الحلم فيأتي منه سعة مودة وبسطة خلق فيرفع في الجنة درجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغه الصائم القائم وفي رواية درجة الصائم القائم الإنسان عنده خلق حسن يتعامل بالحسنة فيبلغ بهذا الخلق الحسن ما لا يبلغه الصائم القائم في درجته كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا الخلق خلق عظيم أمرنا به النبي الأمين وبين لنا ربنا الكريم الحليم أنه صفة من صفات وخلق من أخلاق أنبياء الله ورسله وأمرنا وحفنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تكتنب الغضب لا تغضب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله هذه الحالة الوحيدة اليتيمة الفريدة التي كان فيها نبينا صلى الله عليه وسلم يغضب أن تنتهك حرمة من حرمات الله فكان يغضب لله لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم يغضب لله ما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وإنما غضبه كان يكون لله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق خلق الحلم خلق الحلم الذي ينافي أن يكون المرء لأتفه الأسباب ولأقل المواقف يغضب كل بالله عليك كم من دماء سفقت لأن المرء قد غضب لحظة أو لحظتين فأنفذ غضبه فسفك دم صاحبه سفك دم أخاه فأورسه الغضب أورسه الغضب الندم حتى وفاته معنا اتصال هاتفي لأستاذ عثمان من سهج تفضل أستاذ عثمان أستاذ عثمان أهزاك عام الشيخ الله يبرك في حضرتك أقول حضرتك يعني برضا يا عام الشيخ الجماعة مسحيين يجيب الشهود مسلمين الغضب الجماعة مسحيين يجيب علينا شهود مسلمين الجماعة جماعة مسحيين يجيب علينا شهود مسلمين مnelle سيجيب للشهود أم أم سيجيبه شهود أ違وش علينا مسلمين يعني مаний اللي ويحدة السبتة للأرض أساسية حضرتك معي عقد ملكي وسيسطة هم جماعة مسيحيين سعودوا علي سعودوا علينا ومعنا حكم ملكية ساعة الأرض وهم سيجيبوا شهود مسلمين ويجيبوا علينا بطلية يعني بص حبيب أجاوبك أجاوبك حبيب بص حبيبنا ليس العيب في الشاهد وإنما العيب في من أتى بالشاهد جارك المسيحي له حق عليك وأنت لقى حق عنده هناك في معاملة حسنة بينك وبينه أنت تدعي أنه أن المسلم هو الذي قد جاء بالمسيحي إذن أنت المسلم هو الذي فعل ما يغضب ربه وما يسخطه أن أتى بشاهد يشهد الزور سواء كان هذا الشاهد مسيحي الزمي أي أن كان ديانته نحن كلنا نحن في أرض واحدة ونحن جميعا مأمورون بحسن الأخلاق أنت وجارك مأمور بحسن الأخلاق فما فعله جارك إن كان ما تقوله صحيح فليس العيب في جارك المسيحي وإنما العيب في هذا الجاري المسلم الذي سمح لنفسه أن يأخذ ما ليس له من حق هذا رجل أخذ ما ليس له بحق استحل ما قد حرمه الله فالمسألة لا تتعلق لا بمسلم ولا بمسيحي نحن جميعا نحيا في أرض واحدة وإنما العيب في من قد استحل ما قد حرمه الله وأخذ ما يغضب ربه وأخذ المال الحرام إن كان ما تقوله صحيح وهذا من سوء الأخلاق المشكلة التي نحيا فيها الأخلاق إن كان عندنا أخلاق إسلامية عندنا أخلاق محمدية عندنا الأخلاق التي أمرنا بها القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض أنت عندما تتحلى بالأخلاق لن تشهد زور أنت عندما تتحلى بالأخلاق لن تأخذ ما ليس لك بحق لن تستحله بحال أبدا هذا يأكل حرام يستحل الحرام يأكل السحب فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معنا الأستاذ حسان من سوهج أستاذ حسان تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك عم الشيخ؟ الله يبري فيك أستاذ حسان والله يا عم الشيخ يعني فيه سؤال مع حضرتك يعني أنا دروسي في الزنجة شوية فلاحظ يصل يعني وراجع لربني يعني وشده في مزنوك شوية يعني حضرتك مولانا مقدم على طرف قردي من البنك المزنوك على آخر يا عم الشيخ لا أعرف يعني أنا الرائب يقول لي أنه خلاص إن شاء الله يجي الله ويجي الله لا أعرف يعني يعني لا أعرف كيف حالك أستاذي؟ مش عارف يعني مش عارف مش عارف أنه كلام وصدق معي أو كتاب مين اللي كلام وصدق معك؟ مين اللي بيقولك؟ نعم مين اللي أنت مش عارف كلام وصدق أو كذب؟ واحد من أستاذ عبداله هذا يعني لا أنا مليس علاقة بأسماء ماه علاقتك به؟ يعني ماه العلاقة المشتركة بينك وبينه؟ علاقة أنه يعني نجرب على الخرد يعني يعني هو اللي هيديك القرد نعم وهو صدق أو كذب نعم إني أنا لا أعرف الأستاذ حسان فكيف أنه أعرف إذا كان صادق أو كذب؟ أنا لا أعرف الأستاذ حسان وليس لي علاقة بالأستاذ حسان فكيف لي أن أعلم الأستاذ حسان صادق أم كاذب أنا لا أعرفه تذكرني برجل طلق امرأته طلق امرأته فقال ذهب الى الامام ابو حنيفة قال له طلقت امرأتي ولم ادري كيف طلقتها اخبرني كيف طلقت هو هيخبرك ازاي وكان معك وانت بتطلقها هو ما كانش معك وانت بتطلقها فكيف هيفتيك الامام ابو حنيفة انت طلقت امرأتك ازاي فنشكرك حسان ولكن السؤال بتاع حضرتك ليس له اجابة الا عند الشخص نفسه نعود الى حديثنا ونحن نتكلم عن الاخلاق الاسلامية عن الاخلاق المحمدية ونتكلم اليوم عن خلق مذموم وهو الغضب معنا اتصال الاسلام بني سويف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله يبري فيك سيد اسلام فضل حبيبي مستخدمك ازاي ازاي ازبط ايه في الاستاذ اسلام وطل التلفزيون بعد اسم حضرتك عشان اسمعك بس وطل التلفزيون حاضر حاضر كيف ازبط نفسي للانفعال السريع لا قل لي كلامك من الاول انا اريد ان اتعرّب للانفعال السريع بتتعرّب للانفعال السريع تمام اه كيف ازبط نفسي وكيف لا نفعل بسرعة وكذا تمام حاضر جزاك الله خير وجزاك حبيبنا استاذ اسلام يعني فعل سريعا يغضب سريعا في الامر ده نيجي ننظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم الإنسان طبيعته غضبي إنسان يغضب يغضب لأتهي الأسباب فهو سريع الانفعال رد الفعل عنده سريعا هو يغضب يجي بص كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل إلى أبو بكر رضوان الله عليه في محضر النبي صلى الله عليه وسلم فظل يقول ما يقول ويسب في أبو بكر أبو بكر صابر لا يرد عليه لا يلتفت إليه لا يرد عليه حتى يعني خلاص أبو بكر في النهاية بشر فرد عليه كلمة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أدرك إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام إلا لأمر أغضبه صلى الله عليه وسلم فصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لما كان بيسبك لما كان بيجتمك وكل الله ملك يرد عنك فلما ردت عليه ذهب ذهب الشيء ذهب الملك وجاء الشيطان هنرد على السؤال ام محمود عجل اسألك مرة ثانية كيف تضبط نفسك معنا ام محمود من القيرة السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته بسمك الشيخ انا عندي جوزة بيصلي مرة ويقعد التانية كده يعني مش بيصلي على طول بس انا عايزة بيسب الدين كتير اوي نعم انا مش هلطة اخليه بيضطر السب الدين ده ازاي هو انا متجاوزة بقالي جاء التجيجي 18 سنة بسمك اذا وجاء بقالك 18 سنة او وهو بيسب الدين او بيصلي برضو وبيصلي وعرف ربنا وكل حاجة بس بيما يشتم عاين مثلا او يشتم او يتخنق في الشرق او كده هو اشغاله كل حاجة بس بيسب الدين انا عايزة منعمل الحكاية دي اتنش حرف اعمل ايه تمام حاضر 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 وانا عندي سؤال برضك يا شيخ بعد ايه فضالي انا يا شيخ ما يعني ربنا اديني حاجات كتير وانا برضك ما اتعصتش يعني ربنا شافاني من حاجات كتير وانا برضك ما اتعصتش ببقى سبع الاداين وعد اتفرج على تلفزيون ومش بيصلي ومش بيعملش اي حاجة انا عايزة بس ربنا يا زين تتبعي بس يا شيخ ربي يخليكو اطيلي اعمل ايه حاضر 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 وربنا مرضني كتير وشافاني قانت بموت وربنا شافاني والله وعافني عاجب حاضر ام محمود حاضر 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 يعلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه يوم القيامة العبد من عمله الصلاة أول شيء الإنسان يحاسب عليه يوم القيامة من عمله الصلاة إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة والحديث في الصحيح لا أحد ينكره ولا أحد يكذبه يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة هذا الحديث سنقوله لزوء أم محمود والأم محمود ونفسر حالته اللي هو سببها الدين وحالته هي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة هذه كبيرة من الكبار المقصود بالكفر هاهنا ليس الكفر الأكبر الذي لا يخرجه من الملة بمعنى تارك الصلاة تارك الصلاة كافر كفر أصغر لا يخرجه من الملة وإن كان هناك فريق من العلماء قالوا تارك الصلاة كافر كفر أكبر يخرجه من الملة وقالوا إن تارك الصلاة لا يغسل لا يكفل لا يصلى عليه لا يدفن في مقابر المسلمين لا يريثه أهله لأنه لا يتوارف أهل ملتين ولكن نحن لسنا مع هذا القول فنقول إن تارك الصلاة كافر كفر أصغر لا يخرجه من الملة هو ما زال من المسلمين لأنه ليس مشرك بالله الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وما دون ذلك منها الصلاة فإن شاء الله عفى عنه وغفر له فهو على رجاء الغفران ولكن لضة الكفر قد شملته وإن كانت كفر لا يخرجه من الملة فأنا عندما أعلم هذا عندما أعلم فنحن نرد على الأستاذة شايماء ويريدكم آخر اتصال للنهار الأستاذة شايماء الفضلي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم لو تنقص لكل مجأة على حد تأوى تستجيل لو تنقص لكل مجأة على حد تأوى تستجيل لأننا نقدر ما نفتير ونجي علي وأنا كنت عامة حدثة وربنا شفاني ونجاني تماما تماما خلاص ماشي حاضر طيب في سؤال تاني عند حضرتك طيب شكرا هي كل ما بتدعي على حد تدعوى تستجاب فحذاري ثم حذاري أن تدعو على أحد بشر ما تدعيش على أحد بشر أبدا لا تدعي على أحد بشر ولكن إن دعوتي تدعو للناس بالخير والله عز وجل يتقبل منك ونسأل الله أن تكوني من الصالحات نعود إلى سؤال الأخت السائلة عن هي ما بتصليش أو ما بتتعصي وكذلك ذوكة اللي بيسب الدين وما بيتتعصي مسألة الصلاة مسألة خطيرة جدا الصلاة تهذب الأخلاق الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك الصلاة صلة بينك وبين ربك الصلاة صلتكما بالله إذا قتعت الصلاة فصلة بينك وبين الله إن قطعت الصلة بينك وبين الله إن قطعت الصلة بينك وبين ربك فهذا الصلاة هي الرابط الذي يربطك والصلة التي تصلك بالله فحافظي دائماً وأبداً على الصلاة وكني دائماً واعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم فيغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرنه شيء فالصلة أنت تصلي خمس مرات في اليوم كأنك تغتسل من الذنوب في اليوم خمس مرات لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحترقون تحترقون يعني تأتون من الذنوب ما تستدعي أن تدخلوا النار فإذا صليتم الصبح ذهب عنكم ذلك ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر ذهب عنكم ذلك ثم تحترقون تحترقون حتى قال من نبي صلى الله عليه وسلم ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء تنامون ولا ذنب عليكم فيا أخت يا أخي أنتم تأتون من الذنوب ما تستدعي الدخول النار فتكون الصلاة سبب الغفران هذه الذنوب وأما مسألة سبب الدين إن كان يقصد به دين الله إن كان يقصد به دين الله وأنا أظنه لا يظن ذلك إن كان يقصد به دين الله فيستتاب سلاسة أيام هذا أمر الله يستتاب سلاسة أيام إن لم يتب كان أمره للحاكم يقتله ردة ارتد عن الدين ولكن أنا لا أظن أنه يسب الدين ويقصد دين الله وإنما هي كلمة تكون دارقة ولكنه إثم كبير 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 وعظيم عند الله جلت قدرته كل هذه الأمور تحدث بسبب غياب الأخلاق كل هذا يحدث بسبب غياب الأخلاق فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا حسن الخلق وأن يجعلنا من المتأسين بنبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء آخرين إن شاء الله